مرحبا شباب مثل ما تعرفون فيديو سابق حبينا كانت مفروضة علينا نسوي تجربة على البلابل مدى قدرتهم وتحملهم لمدة شهر كامل تقريبا وقاعدتكم ان شاء الله اصور الفيديو خلال رجعتي من السفار طبعا بارحة مصر لمجال اصور ان كان دنيا ظلم و دنيا اليل المهم مثل مدى يشوفون عندنا دنيا اول زوج البريات بحالة جيدة و ممتازة و قلت لكم ان يبوقتها مجرد التمر والبلت حطيت لهم بس و المي عندنا نانة اول زوج هسه راح نروح نشوف الزوج الثاني عندنا هاد الزوج الثاني هم البريات هم البريات الحمد لله و شكر هم حالة هن زيانة مع العلم هن لم يوصل للنهاية حتى سابحات يوصى الوصخ حتى نروح نروح نفس الحالة خلطان بس الحمد لله و شكر هنقوبة الوقت المناسب وصلنا الهن حتى نروح نشوف الزوج الثالث هنا الزوج الثالث العليفات طبعا متوحشات يعني بنسبة 50% لانه مشاعفات بشر نهائيا هاي صار شهر بسرعة 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 نصار ليومين ثلاثة مو اكثر بس الحمد لله و شكر الجو بارد خدمني هذا الشي مثل ما تشوفون البلد يعني انا تغرستهم كلش عدنا هاي خلصانة مدعني هاي شوية مكلي منها وهاي هم شوية التمر مثل ما تذكرون جد شان الكمية ماتة الحمد لله و شكر يعني صحتهم تمام و يعني نشاطا موجود بيهن والشي الحلو تذكرون قبل المنقارة انكسر اللي سويت لكم على الفيديو راجع طالع منقارة اللي واقع فيهم التور عموما قلت لكم ها التجربة مخصوب عليها جنت ملاة شارة يعني مجبور كلش جنت يعني مو متقصد انه اسويها وما انصح احد يسويها لان هذا الطائر مسكين يعني يتعذر هي شي عموما التجربة مثل ما قلت لكم انه الاكل الثابت اللي لازم بونشوت بالقفص هو التمر والبلد اساسي دائما مثل ما تشكرون شهر عندنا كامل حافظ علينا والتحياتي لكم موسيقى موسيقى